ينضم علينا من الجزائر السيد حكيم بغرارة الكاتب والمحلل السياسي سيد حكيم لماذا برأيك حرص رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أكثر من مرة على أن يؤكد أن نتيجة هذا الاستفتاء هي نزيهة ولم يشبها أي تزوير السلام عليكم مرحبا أعتقد بأن تركيز محمد شرفي رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات على نزاهة الانتخابات وعلى شفافيتها وعلى أن الأصوات حلال أعتقد بأنه جزء من تبرير المشاركة الضعيفة التي أصفها بأنها صدمة سياسية حتى أشد المتشائمين لم يكن يتوقع بأن نسبة المشاركة ستكون تتواشين بالمئة فنحن رمينا في الاتجاه الذي يقول بأن على الأقل الذين صوتوا للرئيس تبون حوالي 35% من الهيئة الناخبة لكن الصدمة كانت كبيرة حتى أعتقد بأن رئيس السلطة المستقلة لم يكن له الحق في إبداع رأي في مجال سياسي فهو هيئة مستقلة كان عليه تقديم ما حصل يوم الانتخابات وانتهى لأن المسئولية تعود إلى رئيس الجمهورية كونه صاحب المبادرة وبالتالي في التبريرات التي قدمها مثلا كانتشار جائحة كورونا لماذا لم يقترح للرئيس مثلا تعجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية طالما أن هذه هي حجر زاوية وأهم محطة يعول عليها الرئيس لتجسيد برنامجه الانتخابي ما هي التغييرات يا سيد حكيم التي ستطرأ على نظام الحكم في الجزائر بعد إقرار هذه التعديلات؟ لا أعتقد بأنه سيكون هناك تغيير كبير في نظام الحكم فالتعديلات الدستورية واضحة وما يعاب على تسويق التعديلات الدستورية هو تنقضها بينما تحتويه وثيقة تعديل الدستور وما يسوق له بأن الرئيس تنازل عن صلاحيات بينما الوثيقة من خلال قراءتها تؤكد بأن الرئيس زاد من صلاحياته فقط والأمور التي تنازل عنها من الصلاحيات بقيت عند السلطة التنفيذية عند الوزير الأول أو رئيس الحكومة بينما الهيئة التشريعية كانت أكبر خاسر في التعديلات الدستورية وحتى الهيئة القضائية التي قبلت نوعا ما بترعس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء الذي تقريبا يحدد مصير القضاء مع إزاحة وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وإن كان التبرير بأن وزير العدل محسوب على السلطة التنفيذية كونه وزيرا لكن تخصصه وقربه من الحكومة يعني بأنه كان أعتقد بأنه الأجدر برئاس المجلس الأعلى للقضاء من حكم تخصصه أما رئيس الجمهورية فالمنصب أعتقد بأنه سياسي ويعكس تداخل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية بينما أمور الحريات التي يعني ألفناها في الدستور السابقة فهي أمور متالية وتركز عليها السلطة كثيرا لكن من جانب الممارسة يبقى هذا أهم أمر يشغل الرأي العام الجزائري طيب لكن المشاركة يا سيد حكيم يعني نستطيع أن نقول إنها مشاركة تاريخية أكثر من 66% يعني من الجزائريين شاركوا في التعديل أو في التصويت يعني أعطى النظم الديمقراطية لا تلحظ أو لا تقترب من هذه أرقام 66% برأيك هذا الرقم سببه هو قناعة الجزائريين بأهمية وجدوى هذه التعديلات أم ربما هو فقط دعم للسلطة ودعم للرئيس تبون حقيقة إن تعليق على إحصائيات الاستفتاء تعديلات الدستورية يجب أن ننتبه كثيرا للمصطلحات فما يسوق في وسائل الإعلام هو جانب دعائي وليس إعلامي فما حدث في نسب المشاركة في التعديلات الدستورية الجزائرية هو أن الهيئة الناخبة في الجزائر هي 24.7 مليون ناخب وعند التصويت صوت فقط 5 ملايين ناخب وبالتالي فالمئة بالمئة التي تشكلها الهيئة كاملة 24 مليون سبع انتقلت إلى المصوطين الذين هم حوالي 6 مليون وبالتالي فالذين قالوا لنعم للتعديلات الدستورية كان 3 ملايين و600 ألف وهذا يشكل جزء أعتقد بأنه أقل من 10% من الهيئة الناخبة الكلية وبالتالي فالسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات سوقت لـ 66% التي تعتبر رقما كبيرا لكنها هي من أصل 6 ملايين ناخب وليس من أصل 24 مليون ناخب ولمسنا في خطاب رئيس السلطة بعض المكر وبعض الحيلة السياسية من خلال عدم حديثه عن عزوف حوالي 18 مليون جزائري عن الانتخاب والذين هم أعتقد بأن الأغلبية قاطعت الاستفتاءات الدستورية وهذا الذي حصل بينما التسويق للأرقام بأن المصوطين والذين قبلوا تعديلات الدستورية 60% فهذا يدخل في جانب الدعاية الصوفياتية القديمة التي تحاول أن توجه الرأي العام نحو ما تريد على السلطة أن تسويقها وحتى بيان الرئاسة اليوم كان مقتضبا كان كله تذكير بمراحل تعديل الدستور لكن أهم عبارة قالت بأن الدستور يعكس إرادة حقيقية وكاملة لشعب الجزائري وهذه رسالة من السلطة التنفيذية بأن الدستور سيتبناه المجلس الدستوري وسينزل إلى الرسمية والسلطة التنفيذية لن تتراجع عن الغاية أشكرك سيد حكيم بغرارة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الجزائر العاصمة فشكرا لك ترجمة نانسي قنقر